بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه في الواقع أيها الأحبة لا بد أن نلتفت أن هناك آفات اجتماعية نخرت هذه المجتمعات ومن أهم تلك الآفات الاجتماعية هي الغيبة والغيبة كما ورد في الحديث أنها أدام أهل النار العياذ بالله أدام أهل النار استوقفتني رواية رواية حقيقة كل من قرأها بتمع يقف مبهورا أمامها ويقف أمام هذا الخطر الكبير المحدق بجميع المؤمنين في الواقع أيها الأحبة أنه من اغتاب مؤمنا هكذا ورد في الرواية من اغتاب مؤمنا لم تقبل له صلاة أربعون يوما الله أكبر صلاتنا وعباداتنا قد نفرح بها بعد أن ننتهي منها نفرح أننا وقفنا خاشعين بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا أننا لا تنهانا تلك الصلاة عن الفحشاء والمنكر ومن بين المنكرات وأفحش المنكرات هذه الغيبة والغيبة لها آثار تهدم وتهد المجتمع بأسره كيف قد يسأل سائل يقول الإنسان يتكلم في ظهر الغيب عن إنسان آخر فكيف تنخر هذا المجتمع في الواقع أيها الأحبة لو التفتنا إلى الغيبة أن الإنسان ينقل صورة سيئة إلى مؤمن آخر وهذا المؤمن قد رسم لأخيه ذلك المؤمن الذي أغتيب صورة طيبة فجاء هذا الذي اغتابه وجعل بدل تلك الصورة الطيبة الحسنة صورة سيئة وهكذا هذه العادة السيئة والخلق الذمين يكسر تلك الأواصر بين أفراد المجتمع وقد ورد في ذمها أحاديث كثيرة ولكن من بين أهم تلك الأحاديث ورد حديث يتحدث عن ذم الربا هكذا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال درهم في الربا وهذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها عن النبي درهم في الربا أشد على الله من ستة وثلاثين زنية بمحرم في جوف الكعبة أجارنا الله وإياكم وعاذنا الله وإياكم من الفواحش درهم في الربا الإنسان يجلب هذه الآثار وهذا لا يعني أن الزنا شيء بسيط الزنا شيء كما ورد في القرآن الكريم في ذمه آيات كثيرة وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أشد الرجال أرودا على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة رجل قتل نبيا ورجل هدم الكعبة ورجل أنزل ماءه بإمرأة لا تحل له هذا الزنا مع قباحته يأتي الربا ويكون أفحش منه الكلام في الغيبة تكملت الرواية قال درهم في الربا أشد على الله من ستة وثلاثين زنيا بمحرم في جوف الكعبة وأربى الربا أي يقع الرجل في عرض أخيه المسلم أي اختاب أخيه المسلم فعلينا أن نحافظ على روحانية عباداتنا وعلى أجرها وعلى أنها تكون مقبولة لأن القبول أيها الأحبة يتوقف على التقوى إنما يتقبل الله من المتقين لذلك علينا أن نهجر هذه العادات وهذه الأخلاق الذميمة وأن نكون على مستوى من الإيمان بأن نحافظ على عباداتنا من أن يشوبها تلك الأخلاق نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته في شهر الكريم وفي كل أيام العمر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر